اطمئن على عدد من لعبي منتخبنا المحترفين في الخارج أبرزهم طبعا أحمد حجازي ومحمد صلاح واتريزيجي وإحمد حسن كوكا ومحمد النني الحمد لله اطمئنين لكن النهاردة كان فيه تقارير تركية خرجت عن نادي بشكتاش التركي وقالت فيها التقارير أن اللعب المصري المحترف محمد النني خضع مع جميع اللعبين خلال الفترة الأخيرة لاختبارات طبية للتأكد من سلامتهم وعدم تعرضهم لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية صحيفة فوتو ماك التركية قالت أن إصابة فاتح تريم مدرب فريق جالتا سراي بفيروس كورونا أصابت الزعر ما بين الأندية التركية خاصة فيما يتعلق بانتشار الفيروس ممكن يكون ما بين الأندية واللاعبين الصحيفة التركية قالت أن بشكتاش عمل كشف طبي على كل اللعبين وإطمئنين على ساممة كل اللعبين وأبرزهم بالتأكيد محمد النني النجم المصري والفحوصات الطبية طلعت كلها الحمد لله سلبية خلال الفترة القادمة طيب أنديت البريمير ليج بالطالب بمد فترة الانتقالات في يناير القادم وده جزء كنت أتكلم معكم فيه من حوالي أسبوع أول ما مجلس الاتحاد الدولي بقيادة جياني إنفانتينو ابتدى يفقر مع مجلس الفيفا في إطار تغيير دولي هيتم الفترة الجاية بسبب طبعا الظرف الاستثناء اللي كنا بنعيشه في إطار تعديل اللوايح اللي تحمي عقود اللعيبة تحمي حقوق الأنية تغيير موعيد الأجندة الدولية ووضع أولويات للمباراة الرسمية والغاية الأجندة الدولية في اللقاءات الودية تغيير الموعيد والتقويم والتواريخ الفترة اللي جاية بما يتلاقم مع استمرار الدوريات الفترة اللي جاية ومد أجل إنهاء الدوريات نتيجة طبعا لكل عايز يختتم الدوريات ومش عايز ياخد قرار بالإلغاء كمان موضوع فترات القيد فده توجه دولي من الاتحاد الدولي وهيتم بالتأكيد على كل القرار لكن على مستوى الأندية البريمير ليك في إنجلترا صحيفة ميرور البريطانية قالت أن مسؤول الاتحاد الإنجليزي في عدد من الأندية طلبوهم بمد فترة الانتقالات الصيفية حتى نهاية يناير فبالتالي بدل انتقالات ما تكون في فترة يوليو وأغسطس حتى الإسبوع الأول من ستمبر لا تمتد حتى يناير نتيجة تلاحم المواسم والتغيير اللي يحصل في الأجندة والمباريات خلال الفترة اللي جاية هنشوف ده الفترة الجاية هل رابطة البريمير ليك هتناقش ده وهتفكر في ده هي في النهاية الأمر متعلق بقرار الاتحاد الدولي لو عد الموعيد القيد في العالم كله أكيد ده هيسري على الدوريات كلها طيب في خبر آخر متعلق طبعا كان